ثمانية مستشفيات في بغداد موزعة على جانبي الكرخ والرصافة يجري العمل على تأهيلها بعد توفر التخصيصات المالية المطلوبة مستشفى اليرموك في الكرخ وصلت الأعمال فيه إلى نسب متقدمة في أقسام الطوارئ وصالات العمليات المختلفة الأختصاصات عدد المستشفيات اللي حاليا داخل إعمار هي أربع مستشفيات مستشفى اليرموك مستشفى الكرامة ومستشفى الشهيد الحكيم ومستشفى الطفل المركز هذه المستشفيات دخلت عملية تطوير وتوسعها في جوانب مختلفة من الأقسام والشعب الحاليا نحن في مستشفى اليرموك طوارئ مستشفي اليرموك طوارئ مستشفي اليرموك تعتبر واحدة من أكبر أقسام الطوارئ في بغداد ومحافظات تحتوي على 109 سرير عادة تأهيل جميع مفاصل العمل من جميع المنظومات منظومة الغازات ومنظومة الماء والمجاري وكذلك الأعمال المدنية بعادة تأهيل الأرضيات والممرات الخارجية وتتضمن المبنى سبع صارات عمليات تم عادة تأهيلها بالكامل وبضمن المستشفيات الأربعة المشمولة بتلك المشاريع في جانب الكرخ مستشفى الكرامة الذي قاربت مرحلته الأولى من الانتهاء والمباشرة بالثانية ومن المؤمل إكمالها بعد شهرين من أجل شغل هذه الأجنحة والمباشرة بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الردات المشمولة بالتأهيل هي ردهة البواطنية، ردهة انعاش القلب وردهة النسائية إضافة لعمليات النسائية أيضا داخلها بالعمليات التأهيل العمل مستمر منذ عدة أشهر وإن شاء الله ما راح للنهاية وهناك مرحلة ثانية إن شاء الله ستشمل البناء الكورية التي تشمل الردهات الجراحية والعمليات الجراحية وطوارئ المستشفى بإضافة لبناء التشاريات ولأول مرة تشهد أغلب هذه المستشفيات عمليات التأهيل بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة مع تحديث البنية التحتية خطوة تأتي في سياق البرنامج الحكومي الهادف لتطوير الواقع الصحي في العراق عباس نعم العراقي الإخبارية بغداد